السلام عليكم اهلا بكم حلقة جديدة مع اسامة تاني يوم فوز النسر الاهلاوي على الحوت الازرق الملقب بفريق غزل المحلة النسر قدر يحطم كل طموحات الحوت الازرق بفوز اتنين سفر في مباراة قوية جدا يمكن عجبني تصرحات مرس القلر بعد المباراة اللي اتكلم بوضوح عن لعب زي بيرسي تاو واتكلم قد ايه هو اولا استفاد من الجهاز المعاون لما قال وصلتني معلومة ان بيرسي تاو بيقدر يلعب في المركز ده واتكلم بشكل ايجابي جدا عن اللعب واللي عارف يعني ايه الحالة النفسية اللي عاملها كولر مع لعبة النادي الاهلي واللي هيشوف تاريخ مرس القلر مع كل الاندية والمنتخبات اللي دربها تعرف ان الرجل ده بيجيد التعامل النفسي مع اللعبين سواء اللعيب اللي بيلعب بشكل اساسي او اللعيب اللي بيقعد احتياطي وده مهم جدا فيه المدير الفني خاصة مع لعب بشكل او بطريقة كرة القدم المصرية الامور النفسية بتفرق معها كتير جدا يمكن تاني تصريح على التوالي بعد المباراة الغزل المحلة عن لعب بيدي له دفع معنوية كبيرة يمكن التصريح الاول كان بعد مباراة طلع الجيش انا بأعذره ان هو مش هيقدر يدي التسعين ديئة لان دي اصابة طويلة وبالتالي مع الوقت هيكون اضافة كبيرة جدا للفريق فده شيء ايجابي جدا للمدير الفني اللي هو بينجم لعبته وده كان واضح جدا على بيرسي تاو وبرونو سافيو والاحتفال الشهير ما بين اللعبين بعد تسجيل برونو سافيو الهدف التاني النهاردة كالعادة الاهل بيواصل التدريبات كولر تقريبا كده عدته ان هو يدي لك اول يوم بعد المباراة تدريب ويريحك اليوم اللي بعده ثم يرجع تاني لاستعداد المراد وعارفين عندنا مباراة مهمة جدا جدا مع الاتحاد السكندري يوم الاتنين الساعة سبعة لكن هيسبقها مباراة للزمالك امام بيرامدز بيرامدز اللي مش عارف ليه نتائجه بتبقى مع نادي الزمالك سلبية لكن هتبقى المباراة يوم الحد ما بين الزمالك وبرامدز وده بالتأكيد هيكون في نتيجة يترطب عليها مباراة الاهلي انك انت وارد جدا بيرامدز يحاق التعادل وارد وان كان فريق بيرامدز يعني امامنا للزمالك ما بيحققاش اي نتائج ايجابية لكن في حالة تحقيق بيرامدز اي نتيجة ايجابية على الزمالك هتديك دفع اكتر ان انت تتمسك بصدارة الدوري اه يمكن الزمالك حتى لو فاز او حصل اي حاجة فارق اربع نقاط لكن بتحسم الدور مبكرا وانا بقولها لحضراتكم وان شاء الله ده يتحقق بإذن الله اذا ربنا اراد وفوزنا في الخمس مباراة اللي جايين لان خمسة صعب جدا التحاد سكندري تقول لي يا خمسة اقول لك هناخد مباراة مباراة لكن لما تلاعب تحاد سكندري ثم فيوتشر ثم بتلاعب فارقه ثم سموحة ثم سراميك لبطرة فانت بتلاعب فرق عندها امكانات كويسة جدا عندها لعبين مهاريين كويس جدا عندها مدريين فنين كويسين جدا ففي الحالة دي هقول لك ان شاء الله مبروكك لكلينيكيا الفوز ببطولة الدوري لكن تدريبات النهاردة استمرت اعتقد ايبقى فيه بكرة راحة من التدريبات ده بالنسبة لمباراة الاهلي وغزل المحلة على المقابل كابتن احمد الشناوي احرقني اه خلاص هي وجهة نظر وانا لما بقول وجهة نظري وبيجي خبراء التحكيم يتكلموا في القرى فبروح لخبراء التحكيم انا كنت شاف ان كرة اقرم توفيق ان اقرم هو اللي راح للالتحام لكن لما كابتن احمد الشناوي اتكلم بلا فون تايم سبورت عرضها بشكل انا مكنش اخد بالي منه وفعلا رجبة اللعب مدافع غزل المحلة كانت مرتفعة عن الارض وده اللي خلى الالتحام يكون من مدافع غزل المحلة كان كنت شايفها بشكل ولكن خبير التحكيم شابها بشكل اخر فانا بجنب وجهة نظري وبروح لوجهة نظر خبراء التحكيم ان لم يكن فيه اراء خبراء تحكيم اخرين يعني كنت بتحاول التواصل مع محمد صلاح عبد الفتاح خبرنا التحكيم هنا ولكن ان شاء الله نجيبه في حلقة بالليل واضح ان هو مجهول فنجيبه في حلقة بالليل ونقول ناخد رأيه تحديدا في اللقطة دي عشان يبقى عندنا اراء خبراء تحكيم اما الكابتن جهاد جريشا هو مش مع الاهلي بس هو واضح جدا ان هو مخالف لكل الاخطاء التحكيمية يعني دايما بيطلع بخطأ التحكيم في مرات اهل في مرات زمالك في مرات اي فريق معاكس تماما لكل خبراء التحكيم فالحقيقة انا مش قادر اعرف ازاي شايف ان كرة الشيناوي تستحق الطرد محمد الشيناوي بقى مش احمد الشيناوي مرات ومحمد الشيناوي بوضوح شديد جدا هو اللي زاء كرة ورجله وقفت لدرجة ان الكابتن احمد الشيناوي وبيعقب على القرى دي وبيحل القرى دي بيقول كابتن فاروق كان قاعد جنبي وقال الشيناوي لعب القرى ورجله ثبتت في الارض كابتن فاروق انتم متخيلين يا جماعة جهاد جريشا بيعمل ايه بقى راقه دي طب بيحصل ايه بقى مع جهاد جريشا لما بيقول خطأ تحكيم ضد النادل اهلي بيجي بقى ايه يتحول لمدخلة على قنوات اون تايم سبورت طب لو خطأ لصالح النادل اهلي او ضد النادل زمالك ما بيجيش مدخل جهاد جريشا من بعض المقدمي البرامج في القنوة تحديدا الكابتن يعني سيف زاهر لكن الحقيقة كابتن جهاد جريشا واضح ان هو خالف عشان تعرف عشان تفضل موجود وما بيستندش على يعني صورة ورج جدا ورج جدا كل خبير تحكيمي بيكون عنده رؤية مختلفة انا معايا هنا كابتن محمد صلاح بيجي ببعض الوقات بيكون عنده رؤية مختلفة عن الاخرين لكن هو بيدعم بصورة بيقول الصورة كذا كذا ممكن تتطفق معاه ممكن تختلف معاه لكن ما يفعله جهاد جريشا بالحقيقة تحس ان هو تصفيت حسابات مع كل الحكام المصريين ولجنة التحكيم سواء بقى كان كلاة امبرجة هو اللي بيدير اللجنة او منظومة اخرى داخل اتحاد كرة القدم بتدير اللجنة لكن كان لازم اعقب على التصريحات اللي بقولها كابتن جهاد جريشا اللي دايما بيستند عليها رئيس نادي الزمالك في مواقفه في التحكيم المصري وطبعا عارفين الموقف الواضح لكابتن جهاد جريشا فهم سندته لرئيس نادي الزمالك في انتخابات وهو حكم وهو حكم لما قال جهاد جريشا زمالكاوي بس مش بيحب يقول الحقيقة نقطة بتبقى صعبة جدا لتاريخ كابتن جهاد جريشا لما يتقال له هو حكم حب نفسك اكتر من اي فريق اخر من كابتن سامير عثمان وهو خبير تحكيمي مازال مستمر بقناعاته كحكم وبيحب فرق اخرى اكتر بيحب نفسه اكتر حتى بيحب مهنته وهي دلوقتي يعني كخبير تحكيمي لكن هو ده كابتن جهاد جريشا نروح لنقطة اخرى مهمة بما نتكلمنا عن نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك وهي بيعت زكريا الوردي اه يعني ايه بيعت زكريا الوردي يعني زكريا الوردي اول لما جاء قناة نادي الزمالك قالت الصفقة القبرى التي نجح امير مرترة منصور في الحصول على طوقها رغم الدخول اندية فرنسية وشجار وعراق مستمر ما بين نادي الرجاء ونادي الوداد والحقيقة الحقيقة القصة ما كانتش محتاجة لشجار ولا عراق ولا اي حاجة الرجل كان لعب وانتهى عقده فلو هو اصلا يعني لعب مميز زي ما تقال وزي ما تبع للإعلام الرياضي المصري والجماهير كرة القدم المصرية كان على الله يتم التجديد معاه قبلها بسنة بأي مقابل مالي لكن الحقيقة ده ما حصلش هقولك ليه ما حصلش وهقولك ازاي القصة المادية مش فرقة مع زكريا الوردي هتقول لي يمكن عرض الرجاء كان عرض مالي اقل هقولك الرجل ده بتصرحات نادي الزمالك الرسمية من رئيس نادي الزمالك قالك انه رجع كل الفلوس اللي خده عشان جاله اكتئاب اذا الرجل ده الحالة النفسية عنده اهم بكتير من الحالة المادية فبالتالي لو كان في حالة نفسية كويسة ما بينه وبين الرجاء ومحاق نجحات مع فريق الرجاء كان هيستمر لكن معلنا الرجل عايز يجدد طموحاته ويروح لفريق اخر واختار نادي الزمالك لان النادي الزمالك من الانداء الشعبية والجماهيرية في مصر وافركيا والوطن العربي على حد تعبير نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك والحقيقة نادي الزمالك من الانداء الكبير وهو النادي التالي في مصر يعني فجال زكرياء الوردي لعب مباراة المفترض اتقدم زكرياء الوردي على انه ايه؟ افضل من طارق حامد خمس تلاف مرة ده كلام مين؟ كلام رئيس نادي الزمالك مع مين؟ ويالا العجب ويالا الصدف واول اعلان لرئيس نادي الزمالك كان مع مين؟ مع كابتن مجدى عبدالغاني مين بقى كابتن مجدى عبدالغاني ايوه هو كابتن مجدى عبدالغاني اللي كان قاعد بالورقة والقلم وكل حاجة لبرسيته والسنة اللي فاتت وإهضار المال العام فلما نيجي نقول له برامد زجاب لعبة محترفين بأسعار أضعاف أضعاف اللي النادي العالي جابها وما نجحاتش يقول لك سيب نادي برامدز الواحده ده القصة تانية وده استثمار وده 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 طب دلوقتي النادي الاهلي ونادي الزمالك المفترض نفس القصة واندي حقومية يا كابتن مجدى زكريا الورد جاء يقول لك أصل رجع فلوسه أصل رجع فلوسه انت مقتنع يا كابتن مجدى انه رجع فلوسه طب لو هو رجع فلوسه انت شايف ان الاختيار كان سليم طب ورجع فلوسه لقى يا كابتن مجدى وانا عندي يناير المفترض بعد شاه ليه مقدرتش ان انا اسوق لزكريا الورد دي اطلعه عارق او ابيع وانا اقدر ادخل لنادي الزمالك مقابل مالي سيبك من ان زكريا الورد رجع فلوس مش انا كان مفترض دلوقتي بامتلك عقد لاعب لمدة تلات سنوات ليه ما بعتش زكريا الورد في يناير وجبت مقابل مالي ودخلت مال لنادي الزمالك مش ده برضو يعد بوجهة نظرك انت ككابتن مجدى عبدالغني اهدار للمال العام انك انت تجيب لاعب محترف وتختار اختيار غير موفق لاعيب لاعب يتحمل الضغوط لان القصة كلها اذا كان اللاعب جاله اكتئاب من مباراة تلالي والزمالك فده لعيب لا يتحمل ضغوط طب ازاي اللاعب ده لعب في الرجاء ثلاث سنين او كان فيه خناق عليه بين الرجاء والوداء ده لعيب لا يتحمل ضغوط فكرة ان جا ماهير تقول على اللاعب ده انه مش كويس فاللعب يجيله اكتئاب ووالدته تجيله المرارة اتجيلها المرارة ده موضوع انا بشوفه صعب جدا بشوفه صعب جدا طب على الاقل ما تستغناش عنه ما تفسخش العادة بالطراضي حاول تسوقه وعندك ادارة تسويق في نادي الزمالك المفروض تكون شغالة على النقطة دي وتسوقه في يناير زي ما فيه لعيبة في النادي الآلي تم تسوقها ولما كان بتجيب اي مقابل مالي كان بيطلع اعتراضات واعتراضات 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 وفي النهاية النادي الآلي كان على الاقل اللاعب المحترفين اللي كانت بتفشل معاه ما كانتش بتتبقى فري كانت بتتسوق كانت بتجيب مقابل مالي حتى لو مقابل مالي قليل بس بتجيب مقابل مالي لكن كابتن مجد عبدالغاني مش هيقدر يشوف ده ولو شاف ده مش هيقدر يتكلم في ده هل بقى ممكن نشوف ان برايمان اضاي جاله اكتئاب من قسرة الاصابات ده موضوع تاني بقى هنشوف الموضوع تاني هل سامسون اي كنولا جاله اكتئاب لان جواز سفره مقدرش يلجدد او تأخر في السفر هل سفر الجزيرة جاله اكتئاب لانه ما لعبش مع منتخب تونس ما هتبقى قصة اكتئاب بقى فاللعيبة كلها تدخل في مرحلة اكتئاب وكابتن مجد هيكون طبيب نفساني للعيبة ومش هيشوف ان ده اهدار مال عام ولا هيشوف اي حاجة انا هنا مش بنتقد ادارة نادي الزمالك او سياسة نادي الزمالك بالعكس هم حرين يعملوا اللهم عايزينه لاعب مجاش حق نتيجة ايجابية قدرت اراجع فلوسي منه وقدرت استغنى عنه وطلعت بشكل لذيذ مع اللاعب كده زي ما البعض بيروج لده وانت اقدر في يناير اجيب لعب تاني هو حر نادي الزمالك ودارة نادي الزمالك انا بتكلم بعد هتعامل الاعلام الرياضي مع ادارة نادي الزمالك وادارة النادي الاهلي ادارة النادي الاهلي اللي ما بتجيب صفقات بعض اللاعبين ما بتحققش نجاح بتقدر تتسوقها يا في دول الخليج يا بقي بتقدر تعيرها يا اما تطلع زي امياي الفرنسي كده مع مهاجم النادي الاهلي اللي جاب تامنه وابنية الشراء عارب بناية الشراء وجاب تامنه اللي الاهلي دفعوا فيه بس الناس اعتبرته صفقة فشلة على المستوى ايه على مستوى الاداء الفني لكن على مستوى الماديات لا النادي الاهلي جاب فلوس وجاب تامنه هنا زكرياء الوردي هيقول لك رجع فلوس طب ما نكون تقدر بيها في يناير باي مبلغ مئة الف دولار مئتين الف دولار تلتمية الف دولار دي مبلغ ولاية جدا في لاعب ولكن كان هيبقى لده مع سعر الدولار هيكون مبلغ داخل لنادي الزمالك انا فقدته بسبب ان اللاعب جاء له اكتئاب وكابتن مجدع بالغني مش هيتحدث لا عن زكرياء الوردي ولا على إبراهيمان إضاي ولا هيتكلم حتى على سامسون الكنولا ولا هيتكلم عن سيف الجزيري عشان بره تبقوا موجودين في الصورة النهاردة انبقى يلاعب حرس الحدود واسموح يلاعب أسوان الاتنين الساعة ثلاثة للأربا وفي يوتشر والاتحادس كان داري مواجهة قوية جدا جميلة لأهل اتباعها لأن دول الفرقتين انت هتلعبهم المواجهين الجايين وسيراميكا كليوباطرا والاسماعيلي الساعة سبعة وعلى مستوى كاس العالم مغياب المباريات بقى يعني بنبدأ نلعب مباريات المحلية وناس بقى بتسأل فين مورات كاس العالم عندنا موجهات قوية جدا يوم الجمعة البرازيل هتلعب كرواتيا الساعة خمسة والارجنتين هتلعب هولندا الساعة تسعة وكل التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله يوم السبت الساعة خمسة أمام المنتخب البرتغالي ومواجهة قوية جدا بين فرنسا وانجلترا الساعة تسعة كل التوفيق للمنتخب المغربي وممكن جدا تستمر المغامرة لأن المنتخب المغربي في ميزة من اول البطولة ان الدفاعاته قوية وعندهم حارس مرمى قوي جدا حتى الحارس الاحتياطي لما نزل احد المغريات برضو كان قوي جدا ومنتخب المغرب لعب قدام كرواتيا لعب قدام اسبانيا لعب قدام بلجيكا الاهداف اللي داخلت مرمى هدف واحد فقط لغير انجول فده شيء ايجابي جدا ممكن تشتغل عليه على منتخب البرتغال وتصل لرقلات الترجيح زي ما وصلت مع المنتخب الاسباني وبشوف ان نسبة الترشيح في المبارادي خمسين خمسين مفيش حاجة اسمها تفوق للمنتخب البرتغالي من وجهة نظري خاصة ان المنتخب البرتغالي فيه ازمة بيحاول اتحاد كرة القرن البرتغالي يعالجها شوية انا قلت لكم بعد المباراة الماضية لما كريستيانو رونالدو قعد في دكة الاحتياطي في مباراة اقصائية الاول مرة تقريبا في مباراة كأس العالم في وجود كريستيانو رونالدو والمشكلة ان كمان البديل رامو السجل تلت اهداف وسجل هاتريك والفوز كان كبير جدا كريستيانو رونالدو سبق اللعيبة واحتفل مع جمهور وام خارج برا الملعب ولكن باقي المنتخب راح بالكامل احتفل مع الجماهير كريستيانو رونالدو تاني يوم اعتذر عن التدريب وراح يعد تدريبات تأهلية في صالة الجيم كريستيانو رونالدو طلع كلام انه بيهدد بالرحيل عن معسكر منتخب المغرب اثناء كأس العالم انا وجهة نظري مش كريستيانو اللي يعمل كده كريستيانو ممكن يزعل ممكن يدايق لكن يرحل وفيه امكانية لتحقيق انجاز لمنتخب البرتغال اه وارد جدا كل الفرق الوصلت لدور التمانية مرشحة لكأس العالم بالخبرات يمكن البرزيل اكثرهم يعني سكواد مكتمل ولكن البرتغال فرصها قائمة بشكل كبير جدا جدا خاصة لو عبرت المغرب هتقابل احد المنتخبات فرنسا او انجلترا يعني ولكن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعني مواقفه واضحة جدا مع كريستيانو رونالدو ده نجم الفرقة ده نجم كرة القدم البرتغالية بيتعامل بشكل مختلف لدرجة ان كان فيه احد البيانات صدرت بعد مرادة البرتغال وارجوي ان يا جماعة احنا عندنا ما يوزبط يا فيفا ان كريستيانو رونالدو هو اللي سجل الهدف اللي اتحسب لبرونو ولكن القصة كلها ان الكرة اللي شعار اللي فيها اتقال ان كريستيانو لم يلمس الكرة بس سيبك من القصة دي انا بقولك ازاي دعم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لما طلعت انباء عن رحيل او تهديد كريستيانو رونالدو بالرحيل طلعوا بيان رسمي عن كريستيانو رونالدو وان ده قائد للمنتخب البرتغالي وقد ايه هو قادر على تحمل مسؤولية شعب البرتغال واحلام البرتغال في هذه البطولة وان كريستيانو رونالدو طول الوقت هو قائد ومش ممكن ابدا يهدد المنتخب بالرحيل عن معسكر المنتخب دعم واضح جدا وصريح لنجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو القصة كلها بقى في ايد المدير الفني مع كريستيانو رونالدو والاسف يعني كان معي احمد عز وقال نقطة مهمة جدا ان كريستيانو رونالدو رافض يتراجع اي خطوة للخلف مع كبر السن ومع التقدم في السن عايز يفضل عايز دايما دور النجم الاوحد برغم ان ده اصبح صعب جدا 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 ده بس كانت انباء النهاردة شوفكم على خير والآله دائما منتصرا الآله فوق الجميع سلام